اللهم صلي وسلم تعالى على العربي الأشير وحالى على العربي الأشير وحالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا سهل اللهم علينا طاعتك وعفقنا لما تحبه وترضاه من القول والعمل والنية والهدق ثم مبات إذا السادة إن من أعظم ما له أثر النور في القلب لقمة الحلال فإن فإن أثر اللقمة الحلال على القلب من الأنوار والبركات ينعكس على الجوارح فتنساق الجوارح إلى الطاعات وإلى الموافقات بسهولة وليه وإن من أعظم الظلمات التي تظلم القلب وتعكرها اللقمة الحرام والتي يكون أثرها على الجوارح أن تثقل الجوارح عن الطاعات وتنساق بسهولة والعياذ بالله إلى المعاصي والمخالفات أجل هذا المعنى العظيم يهتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم من حملة الشريعة وخاصة في هذه الشريعة المحمد الغراء يهتموا بأمر أكل الحلال ترغيبا فيه وترهيبا من الحرام من أجل هذا عقد المصنف رحمه الله ورديه عنه فصلا بعد أن تكلم عن أكل أموال الناس بالباطل وعن السحت وعن أكل أموال يتام ظلما عقد فصلا للكلام عن الرشوة نعم الرشوة بالكسر ويقال الرشوة بالفتح هو صحيح بل حتى الرشوة قيل بصحتها فعقد فصلا الكلام على هذه البلية الكبرى التي ابتليت بها المجتمعات قديما وحديثا وهي من أخطار الأمراض الاجتماعية الأمراض القلبية الأمراض التي تهتك بالفرض بأسرته وبالمجتمع كلها قال رحمه الله ورديه عنه فصل أي فصل في تحريم الرشوة فصل ومن أعظم السحت الرشوة جاء بها بالكسر وقالوا الرشوة قالوا من أع إذن أخبر في السابق في السابق أن السحت أكل مال الحرام فقالوا أن ومن أعظم أي من أخباثي وأعظمها حرمة أعظم السحت الرشوة في الحكم قالوا الكسر والفتح سواء معنى الرشوة في الحكم أي أن الحاكم على أي مستوى كان حينما تطلق كمت الحاكم في الشرع لا يذهب بالك إلى أعلى قمة في الهارم لا الحاكم هو ذلك المسؤول في المكتب الذي تمر على يديه المعاملات هو وما جماعته مثلا الذين يختارون من المقاول الذي يتكفل بهذا المشروع فيحكمون لفلان أو لفلان هذا حاكم القاضي في المحكمة يحكم بين اثنين هذا حاكم وقف على ذلك كل مستويات فالرشوة قال فالسحت من أعظم السحت الرشوة في الحكم أي أن الذي أعطاه الله القدر على أن يحكم على أمر ما أي كان في مستويات صغيرة متوسطة عالية أي كان فحكم بناء على مال أخذه لا على الحق لا على من يستحق تماما إنما أخذ مالا فحكم لذاك الذي أخذ المال لعفوا لذاك الذي دفع المال ولعله ليس أهلا لتكال المقاولة مثلا معاملة أو لعله ظالم فحكم له على حساب المظلوم لأن المظلوم لم يدفع الرشوة كل هذا هو الرشوة في الحكم وهي من أخباثي وأخطاري السحت والعياذ بالله ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به وهنا من أخطار ما يقال حيث لذال فيه كلام أنه قال كل لحم نبت بالسحت وبالتالي ما يأكله العبد من السحت الحرام وما يوكله زبجته وما يوكله أولاده كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به الزوجات الصالحات قديمة كنا إذا شيعنا أزواجهم تتشيع منها تأتي به إلى الباب ويخرج تقول بالسلامة يقولون اتاقين لها فينا فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار يوم القيامة تاقي الله أن تأتينا بالأقمى أختها بالرشوة أو انحو ذلك كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به قالوا يا رسول الله وما السحت قال الرشوة في الحكم الله السلام والعافية حيث روى التبراني في تفصيله وذكر الإمام بن حاجر في فتح الباري قالوا يا رسول الله ما هو السحت هذا الذي ما من جسد ولحم نبت منه إلا والنار أولى به قال السحت هذا هو أن يأخذ الحاكم في مسألة ما ويحكم بناء على الرشوة التي أخذها لا بناء على الحق وعلى الصواب وعلى إعطاء كل ذي حق حقه ثم قال مصنف دوما وقال صلى الله عليه وسلم لعنى الله الراشي والمرتش رواح عبد الرزاق ابن الحبان وأحمد فالنظيف وغيرها صحيح اللعنة والعياذ بالله هي الخروج من رحمة الله اللعنة هي الخروج من رحمة الله إبليس لعنه الله خالجا طرد من رحمة الله طرد من ظمر الماليك الكرام طرد من الجنة فالراشي هو الذي يدفع رشوة والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة كلهما سواء في اللعنة في الخروج من رحمة الله مولي عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء تساويه الرحمة وكأنه يقول بالجمع بين الحادث والآية أن الراشي ليس شيء لم يساوي شيء لما دفع الرشوة أو لما أخذ الرشوة لم يساوي شيء لأنه خرج من رحمة الله ورحمة الله وسعت كل شيء فهي من سمع هذا يعلم أنك إذا أخذت رشوة أو دفعت رشوة لم تعد تساوي شيء عند الله لأن رحمته وسعت كل شيء وأنت قد خرجت من الرحمة بهذه الرشوة دفعتها أو التي أخذتها لأن لا يقول أحد لا الرشوة أنا لم أأخذها ولم أأكل الحرام ولم أأكل أولادي الحرام إنما دفعته أعطيته هو الذي أكل الحرام أبدا لو لم يجدك أنت تعطيه رشوة ما أخدها فإذا كان الدال على الخيري له الأجر والمعين على الخير له الأجر فكذلك المعين على الشر عليه الوزر ولهذا لم يفرق سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بين من أكل الربا ومن وكل الربا عطاه وبين من شهد عقد الربا وبين من كتب عقد الربا فقال الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء كالكاتب الشاهد في عقد الربا كالذي دفع الربا كالذي آكل الربا سواء في اللعنة والطرد الخرج من رحمة الله الله السلامة والعافية ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وبهذا التفسير قال الحسن وقتاذ ومقاتل يريد بهذا التفسير أي تفسير السحت أن السحت هو الرشوة في الحكم هذا التفسير الذي فاستنى به سيد الوجود عليه الصلاة والسلام وهو معنى من معاني السحت به قال سيدنا حسن البصري سيد التابعين رضي الله تعالى عنه تلمد إسماء علي كرم الله جاه ومن كبار ولم الأمة وبه قال سيدنا قتاد بن دعامة كذلك من كبار التابعين تتلمد على سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وكذلك مقاتل بن سليمان من كبار المفسرين هؤلاء السيد الكبار الفطاح من طبقة التابعين كلهم كانوا يقولون بأن السحت هو أن يأخذ الحاكم في أي مستوى من مستوياته مالا ليحكم وفق ذلك المال وفق ما يرضي صاحب المال أي الرشوة هذا معنى من المعاني ثم توسع المصنف رحمه الله في هذا الباب ترهيبا للأمة لأي لا تقع في هذه البلية وهذه المصيبة الكبرى التي بتلس بها المجتمعات والتي تخرم في مرؤة الشخص وفي المجتمع كله قال وقال ابن مسعود لنا الصحابة الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السحت الرشوة في كل شيء سادتنا قال بناء الحديث السحت هو الرشوة في الحكم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابة الجليل قال السحت لسه هو الرشوة في الحكم السحت هو الرشوة في كل شيء أن تأخذ مالا على كل شيء سواء في الحكم أو في غير الحكم وهذا من باب الورع العظيم الذي كان عليه الصحابة رضو الله عليه تعرف ما معناه الورع؟ الورع معناه ترك الحلال خشية الوقوع في الحرام كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنا لندعو تسعة أعشار الحلال تسعة من العشرة من الحلال نتركها إنا لندعو تسعة أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام شو كلام أعظمه؟ هذا الورع فهذا الورع الذي تربى عليه الصحابة رضو الله عليهم من ابتعاد عن الشبهات بل ابتعاد عن الحلال الذي لعله قد يجر إلى الحرام هذا المعنى جعل سيدنا عبد الله بن مسعود يقول الرشوة هي ما تعطي الحاكم ليجد أن يحكم لك لا الرشوة هي أن تأخذ المال على كل شيء يزيد توضيحا هذا المعنى العظيم في الورع فيقول قال المصنف وقال أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال أيضا هو أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية الله أكبر معنى عند سيدنا عبد الله بن مسعود كلنا في هذا البلاء انظر هذا الكلام ما أعظمه وما أجله يتعرف المجتمع الذي عاش فيه الصحابة الكرام كيف كان على النبل والطهارة العظمى والصفاء مع الله في حسن المعاملة واليقين اليقين بأن الله هو الرزاق يقول سيدنا عبد الله بن مسعود أن يقضي الرجل لأخيه حاجة هو أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية هذا الكلام طويل لكن نقف هنا وقفة هذا الأمر واقع في المجتمع كله كل يوم تقضي إنسان حاجة ويتشك به هدية وانحودها لك قد تقبلها وهذا واقع وقد يقول قائل أنا حينما قضيت لهوتك الحاجة ما طمعت في هديته ولا قلت هديني شيء ولا نقول نعم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتكلم عن مقامه يتكلم عن مقامه ومقام الصحابة كرام رضوان الله عليه ومقام الورع ولهذا سيأتي معنا كلام سيدة العلماء حينما ساروا على الضعفة الأمة يعني لا تخشى أن تقول هذا السحط لكن عند سيدتنا الصحابة الكرام كانوا على هذا المعنى لأنهم سمعوا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يرحبوا من هذا في حديث هو قريب منه لكن نذكره لتفهم لتفهم ما كان عيس الصحابة رضوان الله عليهم في الصحيح بخاري ومسلم وغيرها أن سيدنا النبي عيسى صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لساعي ليأتي بأموال الزكاة سيدنا ابن اللتبية فذهب الرجل وأتى بالغنم وهي أربعين شهاد شهادات عرفناها في الزكاة أتى بالزكاة على بني سليم على قبائل كانت بعيدة على المدينة ثم أتى بها إلى مولانا رسول الله عيسى صلى الله وقال يا رسول الله هذا الذي لكم هذه الزكاة وهذه هدية أهدية إلي وهذا الخمس مشيه وعشر وكذا هذه أعطاني أنا هي هدية ماذا فعلت لوجود عيسى صلى الله عليه وسلم لم يجيبه لم يصح المسألة على ذلك المستوى الصغير الذي كان نبي في المجلس بل أمر رسول النبي الله قال نادي على الناس المسجد كل يغلق دكانه واللي في بستانه يأتي واللي مع كل الناس يأتي أمر خطير خطير جدا وجمع الناس في مسجد النبي الشريف وصعد المنبارة صلى الله عليه وسلم وخاطب وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنا نولي أحدا منكم عملا فيذهب فيأتي ويقول هذا الذي لكم وهذا هدية أهديت إلي فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا كلاما أعظم هذا المعنى هو الذي آرد أن يفهمنا إياه سيدنا عبدالله بن سعود لما قال هو أي السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدي إليه هدية كان سيدنا عبدالله بن سعود يقول لو لم تقضي لأخيك تلك الحاجة وكنت جايزة في بيت أبيك وأمك ولم تقضي لأخيك تلك الحاجة أكان يأتي في الصباح والدقائق والأخير هذه الهدية إنما أعطاك تلك الهدية لأنك قضيت لأخيك تلك الحاجة لكن مع هذا قلنا أن هذا كلام ومقاب سيد الصحابة هذا الوارع العالي الذي كان عليه الصحابة الكرم أرضوان الله عليه لكن ذلك أصله ذلك الحديث النبو الشريف لما قال ما قال سيدنا عبدالله بن سعود وقال تقضي لأخيك تلك الحاجة فيعطيك هدية وكأنه يقول اسأل نفسك ويقول هل كان يعطيني هذا المال لو لم أقضي له تلك الحاجة جاء قطعا لا إذن أخذت المال مقابل ذلك الحاجة لا أخذها هذا عال وهذا ما قال سيداتنا الصحابة الكرم وردو الله عليه وهو الحق لكن لاحظ ماذا قال من سمعه تابعون الذين معاه وكذا قالوا قيل له بعد ما قال ما قال قيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم يعني ما كنا نرى الرشوة إلا الأخذ على الحكم يعني نحن نرى أن الرشوة التي وردت نهيو فيها نهيو عنها في القرآن الكريم ونحو ذلك هي الأخذ المال على الحكم يعني على أن القاضي الحاكم يأخذ مالا مثل ما عرفناها في الأول يأخذ مالا ليحكم لفلان على فلان أو نحو ذلك هذه الرشوة أو ليقدم هذا المقاول على ذاك أو نحو ذلك مما أشرنا إليه قال كنا نحسابه هذه الرشوة فقال رضي الله عنه لما استسأل وتسأل فقال رضي الله عنه الأخذ على الحكم كفر يعني الذي قلتم ورشوة هذا كفر ثم استشهد بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم كافرون ذلك ذلك منزع آخر معظيم كان هو يقول ذلك الحاكم القاضي ذلك المسؤول كان عليه أن يحكم بهذه المعاملة للمقاول فلاني لأنه أولى بها فأعطاها لفلان لأنه قريب هو أعطاه رشوة كهذا القاضي كان عليه أن يحكم لفلان المظلوم فإذا بها أعطاه لفلان ظالم لأنه أعطاه رشوة هل حكام بما أنزى الله لا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم كافرون هذا كله ترهيب من سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه رضي الله عنه لتعرف به ما قام الصحابة رضي الله عنه موارعهم العالي وتعلم خطورة السحت والرشوة والعياذ بالله وصل المصنف يقول ويدكر أقوى العلماء فقال وقال أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه الإمام الأعظم صاحب المذهب قال رضي الله عنه إذا ارتشى الحاكم إن عزل في الوقت الحاكم أي كان في أي مستوى قاضي إذا أخذ الرشوة أخذه الرشوة عزل لمجرد أني أخذ الرشوة إن عزل عن الحكم ولو لم يعزله من فوقه مجرد أن أخذ الرشوة أخذه الرشوة ذلك هو العزله ثم قال وإن لم ينعازل يعني إذا كان الذي فوقه هو كذلك راشي أو مرتاشي ولم يعزله وإن لم ينعازل بطل كل حكم يحكم به بعد ذلك لأنه أخذ الرشوة ولما أخذ الرشوة كان المفروض أن ينعازل فالحكم الذي يأتي بعده ولو كان صوابا حكم باطل لأن حكم من كان يلزم عزله لأنه أخذ الرشوة لو وقفنا عند كلام ساداتنا العلماء أرضوان الله عليهم وما عاشوا عليه لعرفنا عظمة الإسلام طهارته هذا كلام سدنابو حنيف أرضي الله عنه عقب عليه المصنف وهو إمام الأعظم صاحب المذهب مذهب الحنفي عقب عليه المصنف بكلام إمام من أئمة المالكية الكبار الإمام القرطبي صاحب الجامعة في حكام القرآن فقال مصنف قال القرطبي المالكي وهذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى يعني هذا كلام قال سدنابو حنيفة من أن الحاكم في أي مستوى كان بمجرد أن يأخذ الرشوة نعزل هذا الأمر لا يجوز أن يختلف فيه اثنان لا يمكن لا يجوز أن يختلف فيه في هذا الحكم بل هو عين حق وعين الصواب فلا يقول أحد كلام سدنابو حنيفة لا أصنى مالك ماذا قال أو سيدنا الشافي ماذا قال لا هذا كلام مجمع عليه من أن من أخذ المال رشوة إن عزل علّ الإمام القرطبي لماذا هذا الكلام يجب أن يجمع عليه فقال لأن أخذ الرشوة فسق والفاسيق لا يجوز حكمه تعليل منطقي أخذ الرشوة فسق فإذن هذا الحاكم هذا القاضي أخذ الرشوة لأن صار فاسق الحكم الذي حكم به بعد ذلك في الغد ذاك حكم فاسق لأنه أخذ الرشوة وأحكام الفاسقين لا يجوز أن تكون في مجتمع الإسلام معاني راقية عظيمة جدا مبنية على أصول القرآن والسنة لأجل طهارة المجتمع من هذه الأمراض خبيثة أمراض التي لا يطهر المجتمع منها إلا الرجوع إلى الله إلا ذكر الله إلا التقوى والإسلام لا يطهر المجتمع من الرشوة أن يعلم الناس أنها حرام لأنها تدفع في الخفية ونحو ذلك إنما أن يعلم الناس أن الله يراقبها حينها يطهر المجتمع ويعلم هذه البلايا الكبرى والوخيمة من جراء الرشوة وغيرها من أنواع السحتي فيبتعد عنها المجتمع برجوعه إلى القرآن والسنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم المصنف الكلام على الرشوة بفصل لبأس بفقرة هام جدا في تصحيح المعنى فقال وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها سأل الله السلامة والعافية سمي المال الحرام سمية الرشوة وأكل مال يتيم ظلما وأكل أموال الناس بالباطل والغش في المال والخديعة والتدليس ونحو ذلك والكذب في التجارة سمية كل هذا سحت لماذا؟ لأنه يسحت أي يمحو ويستأصل يعني ينزع من الأصل ماذا يستأصل؟ الحج والزكاة والعمرة والطاعات والصارات في الصف الأول ونحو ذلك من الطاعات هذه الطاعات يستأصلها والعياذ بالله هذا السحت يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولهذا هتم مشيخ التربية والسلوك بما يوقع في جوف المؤمن لأن ذاك الذي يطلق لسانه ذكر الله أما أن يأكل الحرام ثم يحج حجتين أو ثلاث أو أن يأكل الحرام والرشوة ويدفع الرشوة ويأخذ الرشوة ثم لا تفوته صلاة من الصلاة الخمس في المسجد فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ومن لم تنهى صلاةه عن الفحشاء والمنكر لم تزيده إلا بعدا عن الله أو نحو ذلك وبالتالي المعنى أن هذا القربة العظمة التي هي ترك الحرام أعظم وأجل نفعا من فعل الطاعات لأن الطاعات تفعلها كل أحد كما قال حسن البصري قال الطاعات يفعلها البر والفاجر البر مثلا التغي والفاجر فاجر قد يحج وقد يصلي في الصف الأول وقد 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 يفعل الطاعات يفعلها البر والفاجر والمعاصي لا يتركها إلا صديق لأن ترك معصية واحدة رشوة ونحو ذلك أنفع لقلب العبد من فعل الف طاعة وما نهيتكم عنه فجدانيبوه قال عيسى السلام ما نهيتكم عنه فجدانيبوه وما أمرتكم به فات به ما استطعتم لهذا سميت رشوة سحتنس الله السلام والعافية ثم قال قال الله تعالى ومن يكفر بليمان فقد حابط عماله وهو في الآخرة من الخاسرين آتبه الآية ليستشهد على معنى عظيم لابد من أن يتحق به المؤمن ليفرق بين المعصية وبين الكفر هنا قال ومن ومن يكفر بليمان فقد حابط عماله ما علاقة كفر مع رشوة علاقتها في أنه أرد أن يقول إنما تسمى الرشوة معصية وكبيرة من الكبائر إذا كان صاحبها يعتقد حرمتها أنها حرام وبالية ومعهد غالبته نفسه ووقع في ذلك الحرام هذه كبيرة من الكبائر الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر الزنا وشرب الخمر صعبها ليس كافر معاصي يدخل النار وإنتاب الله عليه غفر الله لكنه عاصي أما اعتقاد أن المعاصي حلال فهو الذي قصد بقوله ومن يكفر بالإيمان لأن الإيمان هي الطاعة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي من اعتقد أن المعاصي حلال وقع فيها أمام يقع مجرد اعتقاد أن هذا فعل حلال هذا كفر لهذا ختم النص بقوله قيل يعني تفسير قوله تعالى من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قيل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال قيل في تفسير الآية هو الذي يحرم الحرام ويحرم الحلال صوراتها لنفهم بتولينا في هذا المجتمع في مجتمع الآن مجتمع المسلم العربي وخطط المجتمع الإسلامي باعتبار أننا مجتمع التكليف أن الرشوة هذه صارت تسمى بأسماء غير الرشوة حلاوة هادية افهم لا بد أن تفهم كيف أمضي لك على معاملة تأخذ فيها آلاف الملايين وأنا في المكتب أنتظر الشهرية ولا أخذ شيء لا بد أن تفهم أنك ستعطيني شيء حتى أمضي لك إذن هذا الفهم وهذه الهدية وهذه الحلاوة تسمية الرشوة بغير مسمياتها واعتقاد أنها شيء منطقي حلال لا بد أن يكون اعتقاد حلها كفر أخذها معصية اعتقاد أنها من طيب الحلال وأن هذا شيء كل الناس تفعله وهذا في المجتمع وهذا من الحضارة ولا بد أن تفكيه كيف يمكن أن أعطيك هذا وأن أمضي لك هذا ولا تقني شيء فإذا صرت تعتقد وتبث في المجتمع اعتقاد أن هذا من الحلال فهو الذي قصد بقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حابط عمل فهذا الاعتقاد وهذا يحبط جميع الأعمال وصير صاحبها ردة إذن أن تأكل الربا أنت في معصية أن تعتقد أن الربا حلال أنت في الكفر قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وحينما قال حرم الله الربا وتقول أنت الربا حلال هذا كفر تقع في أكل الربا هذه معصية والمعصية داخل في إطار المغفرة نسأل الله الكريم جهة النبي العظيم أن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء وأن يطهر أرسلاثنا من الكذب وأن يطهر جوارحنا وقلوبنا من أكل الحرام وأن يعمر قلوبنا بالرغبة فيما يحبه ويرضاه من القول والعمل والنية والهدى نسأله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعنا من الرشوة والسحة والريبة ومن كل أموال الحرام التي تمحق والبركة من الأرزاق نسأله سبحانه أن يبارك في أرزاقنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل هذا والله رسوله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد على أهل والأجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي على نبينا وحماد الهدي دور المدينة وحماد الهدي دور المدينة